السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معي في قناتي اكلنا بالمصري ان شاء الله النهاردة هعمل صنية الشيش طوق طبعا الطريقة مختلفة تماما عن اللي متعودين عليها وهي الشيش طوق في الاعواد الخشب الطريقة دي سهلة قوي للي عايز يعمل وجبة سريعة وكمان للي مش متاح عنده الاعواد الخشب يقدر يعملها بالشكل ده يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير ونقول باسم الله لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك للفيديو اشتراك في قناتي للي بيشوفها الاول مرة علشان باذن الله القناة تكبر وتستمر دايما بتشجعكم في البداية هعمل كيلو من صدور الفراخ مقطعها مكعبات دي التدبيلة لكمية الكيلو نقدر ان احنا نعمل نص كيلو لو حبينا بحتاج لكباية لبن ونص فنجان من الخل وبحتاج لتلات معالق كبار من الزيت او نقدر نقول ربع كباية صغيرة من الزيت هضف لهم معلقة صغيرة مليانة من بغارات الفراخ ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة مليانة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من القرفة وهنحط مقدار الملح اللي احنا بنفضله طبعا وهقلب المكونات كلها مع بعض دي التدبيلة السريعة اللي انا هعملها لان الفراخ اللي انا كنت محضرها نص الكمية كانت عندي متبلة والنص التاني مفهوش تدبيلة خالص اه طبعا احنا هنفترض ان احنا هنستعمل فراخ مش متبلة فهنضيف للبن اه ميت بصلة متوسطة يعني هبشر البصلة بالطريقة طبعا اللي حضراتكم عارفينها معايا في القناة واه هعصر المية بتاعتها وهستعملها في التدبيلة اه نقدر كمان نحط رشة زعتر اه انا هنا حطيت رشة بسيطة من الزعفران علشان يدي للفراخ اللون اللي حضراتكم شايفينه اه دي طبعا حسب ما بنفضل يعني نقدر نستعمله وممكن احنا نستغنى عنه وبحتاج ثلاث حبات من البطاطس اه بحجم متوسط اشرتهم وقطعتهم لشرايح اه لكن تكون تخينة شوية اه انا هنا احتاجت البطاطس علشان الوجبة تكون كاملة ونقدر ناكل صنية الشيش طوق باضافة طبعا البطاطس مع الرز الاصفر او الرز المبهر او اي نوع رز بنفضله اه انا عملت البطاطس اه فرشة في الصنية من تحت وبعد كده هرص عليها من فوق اه الفلفل الالوان والبصل والفراغ المكتبلة طبعا اه دي الحاجات اللي احنا بنستعملها مع الشيش طوق فيه طبعا احيانا بنستعمل الطماطم بنقطعها لمكعبات برضو ونستعملها مع الاعواد الخشب اه لكن انا في الوصفة دي ما حبيتش ان انا اضيف الطماطم علشان اه ما تنزلش مية كتير في الوصفة اه رصت الاول البصل وبنقطعه باي حجم والفلفل الالوان اه نقدر برضو ان احنا نستخدم الفلفل الرومي الاخدر لوحده لو ده المتاح عندنا اه اي نوع فلفل نقدر احنا نستخدمه اه بنرص طبعا بالطريقة اللي احنا بنفضلها انا رصت البصل وبعدين الفلفل وبعدين الفراخ اه طبعا التدبيلة كده مش على الفلفل ولا على البطاطس اه بعد ما هخلص اه الراس بتاع الفراخ هبتدي اوزع التدبيلة اللي فضلت في الطبق طبعا دي تدبيلة اللبن وفيها البهارات والخل والزيت اه هوزعهم على الصنية كلها اه بحيث ان الفلفل كمان والبصل والبطاطس ياخدوا من نفس طعم التدبيلة اه بعد كده اه هنسويها في الفرن اه علشان طبعا البطاطس تاخد السوى بتاعها وهنا بيفرق التسوية شوية انها بتكون مدتها اطول شوية اه من التسوية بتاعة الاعواد الخشب لان احيانا كنا بنسويها على الجريل او تحت الشوية على طول اه انا هنا هوزع عليها بقية التدبيلة اه بعد كده هغطيها بورقة زبدة من على الوش اه هلفها كويس قوي بالفويل بعد كده هدخلها البتوجاز اه لكن هنا هسويها علشان البطاطس تستوي اه بشكل سريع اه هحطها على الصاجة بتاعة البتوجاز من تحت وطبعا اللصانية متغطية كويس قوي باحكام واحنا حطيناها على النار المباشرة للبتوجاز فالبطاطس هتاخد السوى بتاعها في خلال نص ساعة اه كده انا خلصت وزعت التدبيلة وهحط ورق الزبدة زي ما قلت لحضراتكم وهفرد عليها ورق الفويل بس ضروري ان احنا نقفله كويس قوي علشان البخار اللي جوه الصانية يسوي البطاطس سوى كامل اه بعد كده احنا هنحتاج ان احنا نشغل الشواية بس اه البطاطس هنا او الصانية انا حطيتها على اللصاغة اللي تحت على طول اه بتقعد نص ساعة بس مش اكتر من كده اه هنختبرها ونشوف السوى بتاعها لو لقينا ان البطاطس استويت خلاص كده بنكتفي وبنحطها على الشبكة اللي في النص وبنشغل الشواية اه لو لسه ما استويتش ممكن ان احنا نحطوه على الرف تكمل سوى بس وهي متغطية برضو علشان تستوي كويس اه كده هي كملت السوى بتاعها في خلال النص ساعة وشغلت الشواية عليها علشان الخضار والفراخ اه يعمل وش اللي هو وش الشاوي اللي حضراتكم شايفينه كده اه دي كانت طريقة صانية الشيش طوق باضافة البطاطس والوجبة هنا سهلة جدا او في التحضير والمكونات زي ما حضراتكم شفتوا برضو بسيطة جدا نقدر نعملها كوجبة غدا سريعة او وجبة عشا سريعة اه بعمل معاها الرز الاصفر او الرز المبهر اه شكلها جميل جدا في التقديم كمان طعمها مميز قوي اه الفراخ مستوية زي ما حضراتكم شايفين اه البطاطس كمان مستوية جدا جدا ما اخدتش وقت كتير في الفرن اه نقدر ان احنا نجهزها ونشيلها في التلاجة ونطلحها للتسوية في اي وقت اتمنى ان طريقة النهاردة تكون عجبت حضراتكم ولو عجبتكم ما تنسوش لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله